ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره فعليك بصدق النية وإخلاصها قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وعليك بعقد العزم على فعل الطاعة في وقتها قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فعزمة القصد تمنعه من ضعف الهمة وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور ومن فقد النية والعزم حرم التوفيق قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين وليستعد المرء للطاعة قبل فعلها بتعلم أحكامها وشروطها حتى يؤديها بشكل صحيح فتعلم أحكام العبادة فرض عين على المكلف بها وليستعد للطاعة قبل موسمها بالتنفل من جنسها كأن يستعد لرمضان بكثرة الصيام في شعبان قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان وليستعد بفعل ما يسر له العبادة كالوضوء للصلاة والسحور للصيام والنوم في أول الليل للتهجد قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله ليه فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فاصدق في الإعداد للطاعات وفي فعلها يصدقك الله بالتوفيق والثواب قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ترجمة نانسي قنقر